أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا حلقتنا اليوم رح تكون عن الزهرة كوكب الزهرة كوكب الجمال اللي رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور يوم الخميس 16 آذار طبعا الانتقال رح يكون في تمام ساعة 10 و 33 دقيقة مساء من مساء يوم الخميس بتوقيت جرينج اللي هو توقيت العالمي ورح تظل الزهرة موجودة في برج الثور بحركة أمامية حتى صباح يوم 11 أربعة ساعة 4 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج برضو طيب كوكب الزهرة هو المسؤول عن العاطفة عن الحب عن الانسجام عن المال عن الجاذبية عن التفاهم عن الميول الفني يعني كل إشي حلو في حياتنا كوكب الزهرة هو إلو تأثيرات فيه ويعتبر هو السعد الأصغر يعني يسمى بهذا أما بالنسبة لسلبياته فهي الغيرة والعنادة هدولة يعني هدولة الميزة السيئة اللي موجودة في كوكب الزهرة طيب إمتى منستفيد إيجابيا وإمتى بصير فيه تأثيرات سلبية لما أذكر في التوقعات اليومية كوكب الزهرة سعيد معناته الأمور الإيجابية هي اللي بتطغى على الساحة إذا قلت كوكب الزهرة منتحس معناته الأمور السلبية اللي هي الغيرة والعنادة والشك هم هدولة اللي رح يظهروا على الساحة هاي أهم الأشياء اللي لازم تأخذوها في عين الاعتبار لمعرفة تأثيرات الزهرة إيش هي أما بالنسبة للحدث هذا وإيش الآثار اللي رح تصير فيه طبعا هم أكثر المستفيدين من هذا الموضوع هم موليد برج الثور بشكل أساسي وكل شخص لما انولد كان موجود كوكب الزهرة موجود عنده في برج الثور ماشي فعشان هي كهدولة الموليد اللي هو موليد برج الثور واللي كان الزهرة موجود عندهم في برج الثور بساعة ولادتهم هدولة بيشعروا بقوة العاطفة بينجذب لهم أفراد من الجنس الآخر بيستفيد معهم طبعا اللي هم موليد الأبراج الترابية والمائية بشكل مميز اللي هم موليد برج العذراء موليد برج الجدي السرطان العقرب الحوت هدولة أكثر المستفيدين غير الثور وغير اللي بنولد وبكون عنده أساسا الزهرة موجودة في برج الثور طيب الآن طيب جدير بالذكر هو أنا بدنا نبلش عشان شوي هيك يصير علينا هجوم من موليد برج الثور بس بدكوا تركزوا بالكلام عشان ما تهجموني بدون ما تأخذه بال بال اللي هو التفصيل تبع الموضوع موليد برج الثور هم بطبيعتهم أشخاص وخصوصا اللي بنولد عندهم الزهرة بيكون موجود في برج الثور هدولة بيكونوا رومانسيين بيقدروا الفن الجمال بحاجة لطرف آخر يتفهم عاطفتهم يبادلهم العاطفة يكون فيه هدوء واتزان في العلاقة كمان الزهرة بتمنحهم الجمال والجاذبية والميل إلى الألوان الهادئة هسا جزء من موليد برج الثور الموليد اللي بيكون عندهم الزهرة في الثور هدولة الأشخاص بيخليهم يفضلوا العلاقات المادية على العلاقات العاطفية وبيشير إلى أنه أخلاقهم بتكون مشكوك فيها وخصوصا في أمور الحب بغض النظر هسا عشان ما يصير هجوم عشان تفهموها بشكل جيد هاي يعني بعض الأحيان بتكون ليش؟ لأنه الزاوية اللي بتتشكل مع الزهرة هي اللي بتحدد أن هذا الشخص يوثق فيه ولا مشكوك في عواطفه ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت هدول الأشخاص بيدفعهم التفكير بالعلاقات العاطفية بطريقة جدية وإيجابية وخصوصا إذا كانت الموقع الزهرة إيجابي وزوايا إيجابية عشان ما حدا يهاجم بدون ما يكون فاهم إيش اللي أنا بحثي طبعا يبل ما ننتقل هسا لتأثيراته على جميع الأبراج اللي ما حط لايك أو ديس لايك أو انتسب أو اشترك أو لغى اشتراكه أو طف الحلقة أو نقل حلقة ثانية يعني اعملوا لكو جو اعملوا لكو إيشي خلينا نذكر إيش التأثيرات على جميع الأبراج طبعا التأثيرات على البرج وعلى الطالع يعني بتأخذ برجك وبتأخذ طالعك عشان تعرف التأثيرات المزدوجة إيشي برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا التركيز كله رح يكون على الأمور المالية يعني هذا الإشي الأساسي اللي رح يأثر على موليد برج الحمل بشكل إيجابي اللي هي مكاسب مالية تيجي من عمل إضافي من تكريم هدية دعم سادات دين فلوس إليك بتأخذها بتسدد قرض بتفرح لانتهاء مشكلة مادية يعني كلها رح تركز وتنصب على الأمور المالية وهاي تعتبر فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة إذا تحركت يعني إذا انت سعيت واستغلت الفرص برج الثور طبعا بالنسبة لموليد برج الثور بتحسن كامل بيطرأ على مظهرهم على شخصيتهم على نفسيتهم المظهر الخارجي قوة العاطفة انجذاب الأفراد من الجنس الآخر لإلهم في منهم رح يبدأ علاقة عاطفية منهم رح يوطد علاقة عاطفية أكثر بيزيد لطفهم رقتهم قيمتهم الاجتماعية وبرضو هاي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية بغض النظر عن إيش المضمون ولكن لأن العواطف تكون جياشة زيادة عن اللزوم وبرضو بتزيد من ثقتهم ورومانسيتهم وطموحهم في الصعيد المهني بتزدهر أعمالهم وممكن يحصلوا على فرصة جديدة على الصعيد الشخصي بيشعروا بالسعادة والانسجام مع نفسهم ومع محبينهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتفتح لهم مجالات للعمل مع مؤسسات أو شركات كبيرة أو دولية العلاقات الاجتماعية بتكون ممتازة جدا النشاط على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالقضايا الكبيرة المحاكم السجون المستشفيات برضو بتجدوا حلول لهاي المسائل اللي بيعانوا من المشاكل في هاي الأمور وبرضو بيتميلوا للمساعدة الآخرين والتضحية وهذا الشيء رح يكون لصالحكم ويدعمكم بشكل كبير وبيخفف من ضغوط بيت المتاعب عليكم شوي فعشان هي بيكون فيه إليه إيجابيات كثيرة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا النشاط رح يتركز على النشاط الاجتماعي نشاط اجتماعي بشكل كبير علاقاتكم بأصدقاءكم علاقاتكم الاجتماعية بمناسبات وزيارات ولقاءات وتعارف أصدقاء جدد توطيد العلاقة مع الأصدقاء وممكن مشاريعك أو مشروع معين يتحقق بمساعدة دعم اجتماعي أو أصدقاء أو معارف أو أشخاص ذو نفوذ وبعض موليد برج السرطان ممكن يرتبط بإعلاقة عاطفية من خلال مناسبة اجتماعية أو حفلة أو فرح مثلا ويتعرف على حد ويرتبط من خلالها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد هنا فرصة لهم على أمور لها علاقة بالعمل فهي بتفتح لهم مجالات لتقديم طلبات للعمل واللي بيعملوا أو بيبحثوا عن عمل برضو ممكن يجدوا عمل جديد بالنسبة لهم ممكن يحصلوا على ترفيع أو على ترقي أو على تكريم وبرضو هاي الفترة فيها نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وتعتبر هاي فترة مناسبة أيضا للزواج من وسط راقي أو من أشخاص دو منصب تدعمكم برضو بشكل كبير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا نجاح في أمور السفر والاتصالات والدراسة الأكاديمية بالهجرة بأمور لها علاقة بأوراق قانونية مواضيع قضائية برضو الفترة هاي شوي هيك بيعطيكوا سلوك جيد بتحصلوا على تقدير الآخرين فترة مناسبة للتنقلات والامتحانات وأيضا ممكن علاقة عاطفية مع أجنبي أو زواج مع شخص خارج البلاد مثلا أو موضوع له علاقة بالهجرة أو نجاح على مستوى الامتحانات الجامعية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا المال اللي بيجير برضو تركيز على الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي معك شريك فيها فهاي فهي المال ممكن يجيك مال من تركة من تعويض من شراكة حقوق لإلك بتستردها أموال كان صعب أنك تحصلها ممكن تحصلها بالفترة هاي ممكن تحصل على قرض مثلا ممكن تحل مشكلة لها علاقة بالتأمين أو بالبنك بتستفيد من مكاسب عن طريق زواج أو عن شراكة أو عن هبة يعني الأمور كلها علاقة بالوضع المالي المشترك وممكن تعمل شراكة جديدة أيضا بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا هنا تعزيز الشراكة سواء الشراكة المالية أو الشراكة العاطفية أو البدء بشراكة جديدة أو زواج مثلا لأنها هاي فترة مناسبة للزواج وللسعادة الزوجية ولتحسين العلاقة مع الأزواج أو المصالحات وأيضا بأمور لها علاقة بالشركاء برضو بتحسن العلاقة مع الشركاء ولكن بدك تنتبه أنه في زاوية راح تصير ما بين الزهرة وما بين أورانوس اللي هي زاوية الاقتران اللي راح تصير في تقريبا تأثيراتها في نهاية شهر ثلاث اللي هو من ثمانية وعشرين أعتقد ثلاث وبتستمر لغاية ثلاثة أربعة هاي الفترة ابعد عن أي نقاش أو خلاف أو مواجهة ما بينك وبين الزوج أو الشريك لأنها ممكن تنتهي من غير رجعة وممكن تبدأ بعلاقة بشكل مفاجئ طبعا الفترة تمكوت الزهرة في برج التاور وقت مناسب للزواج أو عقد شراكة وبتكون هاي العقود منتجة جدا وبرضو جيدة لتصفية الخلافات بشكل ودي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هاي فرصة لموليد برج القوس خصوصا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وأيضا فرصة ممتازة لتعزيز العلاقة مع الزملاء عشان يدعموكم إما لترقي أو ترفيع أو حتى لإنجاز بعض الأعمال الصعبة فترة فيها انسجام مع رفقائك في الوسط المهني وبتتمتعوا بصحة جيدة وبتدعمكم على المستوى الصحي بشكل جيد مناعتكم بتصير أكثر يعني الأشياء بتمر بسيطة إن شاء الله وممكن إنه تبدأ علاقة عاطفية من خلال مكان عملك مع أحد الزملاء أو مع شخص بيكون مراجع أو زبون عندك علاقة عاطفية طبعا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا بالفترة هاي حض بيجيهم بالعاطفة علاقة عاطفية جديدة حب مال ربح وأيضا فرصة للنساء للدخول في حمل أو الفرح بمناسبة مولود جديد بدخل على حياتكم هاي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية يعني على كل الأمور الأجواء جيدة حتى على مستوى التجميل على مستوى الترفيه على مستوى الفن هاي كلها أمور كلها ممتازة رح تكون لموليد برج الجدي في خلال الفترة القادمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الاستفادة كلها رح تكون إلها علاقة بالبيت بالعقارات بالعائلة بالسكن يعني السكن والعقارات والعلاقات العائلية هي المكاسب هون رح تكون عشان هيك الحياة في المنزل بتكون ممتعة ممكن تستأجر بيت جديد أو تشتري عقار جديد أو تبيع عقار كان صعب إنك تبيعه بالفترة الماضية أو أرض هاي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة خصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال العقارات هدولا هم اللي رح يستفيدوا بشكل مباشر ممكن تدخل تحسين على المنزل كديكور جديد مثلا أو أثاثة جديد الأهم من هذا كله إنه في فرحة رح تصير عندك في البيت لمناسبة معينة هي بتتعلق بأفراد العائلة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هم رح يستفيدوا بشكل كبير لأنه هذا البيت الثالث بالنسبة لهم فبعطيهم نجاح في الدراسة خصوصا اللي في المراحل المدرسي الابتدائي والثانوي على مستوى السفر القصير الاتصالات السيارات شراء سيارة جديدة مثلا أو أجهزة إلكترونية جديدة قدرة على الإقناع على التسويق ممكن تسوق لشيء معين وحد يشتري أو ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك بتكون محبوب من قبل الأطراف بتكون مرح جدا تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وتعتبر هاي فترة مناسبة للسفر للتواصل مع الأقارب والإخوة مع الجيران يعني تقريبا منقدر نحكي إنه كثير من المزايا اللي راح تحصلها بالفترة القادمة حتى على المستوى التجاري هيك نكون انتهينا من هذا الحدث الأخبار الفلكية الانتقال الزهرة والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر